بسم الله الرحمن الرحيمة أعزائي الطلاب اسمحوني النهاردة ناخد مع بعض تالت محاضرة من محاضرات البون ومحاضرتنا النهاردة هنتكلم فيها عن أول حاجة الهيستوجينسيس أو بون أو عملية تكوين البون تاني حاجة عملية نمو البون واللي بتشمل زيادة البون في الطول زيادته في العرض العملية اللي اسمها الريمودلينج أو إعادة الهيكلة بتاعة البون وآخر حاجة احنا خدها اللي عبارة عن الهيلينج بتاعة البون فراكتر أو التقام الكسور بتاعة البون وحنشوف مع بعض إزاي ربنا حيهيى البون عشان يقدر يقوم بهذه العمليات ونبتجي مع بعض بأول حاجة اللي عبارة عن الهيستوجينسيس أو بون أو اللي بقولها عليها الاستيوجينسيس أو عملية تكوين البون خلينا كده في المحاضرة نمشي على شوية قواعد أثناء عملية تكوين البون إيه هي؟ أول قاعدة إن بون مينز فاسكولارايزيشن يعني إيه؟ يعني أديني بلوت فيسلز أديك بون البون عشان يتكون محتاجة إن أنا أغرق المنطقة اللي حكون فيها البون بالبلوت فيسلز طب هو أنا محتاجة البلوت فيسلز في إيه؟ لأ محتاجها في حاجة كتير قوي البلوت فيسلز دي هي اللي حتشيل عوامل النمو اللي بتتحكم في تكوين البون هي دي اللي بتشيل الإشارات ما بين الخلايا بتاعت البون وبعضها هو ده اللي شايل الكالسيوم اللي أنا هستخدمه أثناء عملية الكالسيفيكيشن أو المينيراليزيشن بتاع البون يبقى إذن يا شباب هعمل إيه؟ أديني بلوت فيسل أديك إيه؟ أديك بون طب أسألك بقى ما تدينيش بلوت فيسل ها؟ أديك إيه؟ أكون لك إيه؟ برافو عليكم كارتلج كارتلج لأن الكارتلج دي إيه باسكولر زي ما إحنا أخدنا لكن البون ده إيه؟ ها؟ مليان على عينه على عينه بالبلوت فيسل تاني قاعدة بتقولك إيه؟ علشان الماتريكس يحصل له سيكريشن من الأستيو بلاست أنا بحتاج سطح سجادة يترصب عليها الماتريكس ده السجادة دي ممكن تكون قطعة من الميزين كايمال تيشو اللي هو إيه الميزين كايمال تيشو؟ اللي هو أخدناه في الكونكتف تيشو كان اسمه الميزين كايمال كونكتف تيشو تمام؟ أو السجادة دي تبقى عبارة عن كتعة من الكارتلج واخدى نفس شكل البون اللي هو إيه؟ اللي هو هيتكون يبقى إذن النوع اللي هيتكون بالبون على سجادة من الميزين كايم بسميه الإنتراميمبرنس أستيفيكيشن يعني أستيفيكيشن التعظم اللي هيحصلها على سجادة من الميزين كايم لكن النوع البون اللي هيتكون على قطعة من الكارتلج بسميه الإندوكوندرال أو إنترى كارتلاجنس أستيفيكيشن يعني التعظم اللي هيحصل على قطعة من الكارتلج زي إيه؟ أسفا زي ما حنشوف بعد شوية تالت قادة عندي بتقول إيه؟ بتقول إن البون أول ما بيحصل له سيكريشن من الأستيو بلاست بيبقى نوعه أنه إنه هو النوع البرايمري الغير ناضج الووفن اللي هو إيه شباب فاكرينه اللي الكالسيوم كونتنتي فيه قليلة اللي الكولاجن فيه ها مترصص الريجلر الاستيو سايد ساعدتها كبيرة وبرضه مترصصة الريجلر البون ده اللي هو البرايمري بون خلي بالك بيشبه بيشبه اللي سفونجي بون بيشبهه بيشبهه إزاي؟ بيشبهه إنه هو بيبقى عامل زي وزي الصوابع اللي هي ايه المتصلة ببعض المتشابكة لكن لكن بيبقى ماتيور بمعنى إن الاسبونجي بون ده ماتيور بون بيتكون من اللاميلي اللي احنا قلنا عليها اللي كل حاجة فيها بتبقى مترصصة بانتظام كولاجن مترصص بانتظام وقسجو سايد مترصصة بانتظام لكن الاماتيور ده هو كشكل شبه اللي سفونجي بون لكن كتركيبها مختلف عنه زي ما احنا درسنا في البرايمري بون وزي ما قلنا إن البرايمري بون ده بون مؤقت شوية بشوية حيستبدل بالماتيور ساكندري لميلر بون اللي هو يا سبونجي بون يا كومباكت بون بعملية اسمها الريمودلينج حناخدها النهاردة في المحاضرة ونعرف يعني ايه آخر قاعدة عندي بتقولك ايه إن مش كل الاستفكيشن أو التعظم او تكوين البون بيحصل انترايوتراين وانت لسه في بطن ممتك لا بيبقى لسه فيه أماكن في الجسم بعد ما انت بتتولد بيكون لسه ما حصلهاش استفكيشن لسه العظم فيها حيكون زي ايه زي مثلا حاجة اسمها الفونتانيلز ايه الفونتانيلز دي عارفين اول ما العيل كده بيتولد بتيجي كده تحسس على راسه تلاقي ايه تلاقي فيها حتة طرية كده عاملة زي البلونة المطاط حتى العائل الصغيرين كده ها بيجوا لما يجي كده عائل صغير يزور طفل لسه مولود يجي بص على راسه يلاقي حتة نازلة كده فيفتكارها ايه يعني لعبة يجي يضط عليها يلاقي ايه عاملة بتنزل معايا فيعد تاك 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 مش عارف ان دي عبارة عن ايه دي عبارة عن جزء من الميزين كايم الميزين كايم ملتشو لسه ما حصلهوش اصفكيشن لكن حيحصل له اصفكيشن وخلينا اقولك ان الاصفكيشن او تكوين العظم بيفضل مستمر لحد سن البلوغ اتفقنا شباب اتفقنا اشتركوا في القناة